دلوقتي سوف نسيب حضراتكم مع موجز لهم الأنباء بصحب زميلكنا مننا الشرعوي شكرا مصطفى الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينتش موجز الأخبار من التليفزيون المصري أهلا بكم وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاستمرار في دراسة تداعيات مختلف الأزمات الدولية على الأداء الاقتصادي لبرولة السينيريوهات المتوقعة بهدف التغلب على التحديات والحفاظ على المسار الإيجابي للمؤشرات الاقتصادية والمالية على المستوى الوطني كما وجه الرئيس السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التخطيط بتعزيز جهود ودور صندوق مصر السيادي لجذب الاستثمارات لصالح الاقتصاد الوطني وذلك تحقيقا لأهداف الاستراتيجية الدولة التنموية التي تعتبر القطاع الخاص شريكا أساسيا في مسيرة التنمية وبما يتوافق مع خطة الإصلاح الاقتصادي والقطاعات ذات الأولوية في هذا الإطار تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي بخالص التهنئة إلى السيدة لستراس على اختيارها رئيسة للحكومة البريطانية متمنيا لها وافر التوفيق في أداء مهمتها الجديدة وأعرب الرئيس السيسي عن تطلعه للعمل والتعاون مع رئيسة الوزراء الجديدة ترسيخا لمسيرة العلاقة الثنائية التاريخية بين مصر وبريطانيا لما فيه صالح الشعبين ولأمن واستقرار وسلام العالم عقد مجلس أمناء الحوار الوطني خامس جلساته بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب واستعرض المجلس السيارة الذاتية والتخصصات والتوجهات السياسية لـ 350 مرشحا واستقر بالاجتماع على اختيار 12 مقررا ومقررا مساعدا للمحاور الثلاثة الأساسية ولجان المحاور السياسية وأوضح البيان أن المجلس سيعقد جلسته القادمة يوم السبت القادم لاختيار مرشح اللجان الفرعية للمحورين الاقتصادي والمجتمعي بحث رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي وضع الآليات لتنفيذ المشروعات الصناعية المحددة وأكد مدبولي ضرورة تعاون وزارة التجارة والصناعة مع هيئة الاستثمار لجذب الصناعات المستهدفة لتوطينها في مصر وزيادة الاستثمارات الأجنبية مشددا على ضرورة التركيز على الصناعات التي نضطر لاسترادها أعلن مدير الوكالة الدولية للطاقة الدارية رافايل جروسي أنه سينشر اليوم تقريرا عن نتائي مهمة الوكالة إلى محطة زابوريجيا للطاقة النووية جنوب أوكرانيا كان وفد من الوكالة قد زار المحطة يوم الأربعة الماضي مشيرا إلى أنه تم انتهاك سلامة محطة الطاقة النووية في زابوريجيا عدة مرات وأن وفدا من الوكالة سيبقى لتقييم الأضرار في المحطة قال الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه لا ينبغي تصنيف روسيا على أنها دولة راعية للإرهاب من جهتها حذرت الخارجية الروسية من أنه في حال أقدمت واشنطن على إعلان روسيا دولة راعية للإرهاب فأن ذلك سيؤدي إلى قطع العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة احتشد عشرات الأشخاص أمام مقر إقامة رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة لستراس احتجاجا على ارتفاع أسعار الكهرباء كانت تراس قد وعتت باتخاذ كافة الإجراءات لازمة لخفض أسعار الكهرباء خلال الإسبوع الأول من توليها رئاسة الوزراء والعمل على خفض قيمة الضرر أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد أنه سيتم وضع مشروع نص جديد لقانون الانتخابات وأوضحت الرئاسة التونسية أن سعيد التقى رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر لبحث استعدادات الهيئة لموعد 17 ديسمبر تاريخ انتخاب أعضاء مجلس النواب التونسي نهاية مجلس الثامنة وعودة لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل